بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين معكم مستوى محمد السيد السلام عليكم أهلا ومرحبا بكم على قناة STC مع كورس التطبيق العمل للتداول على المنصات عنوان محاضرة اليوم كيفية الإيداع والسحب على منصات التداول على وجه العموم هناك طريقتين للإيداع والسحب على منصات التداول أيا كانت رقم واحد الطريقة المباشرة رقم اثنين الطريقة غير المباشرة أولا الطريقة المباشرة ويتم الإيداع بها عن طريق الكريدت كارد نوضع الرقم السري وتاريخ الانتهاء والستاشر رقم إلا على ظهر البطاقة ويتم إدخالها في الخنات المخصصة لذلك بعد تحديد المبلغ الذي سيتم إيداعه وبكذا يبقى تم الإيداع نفس الكلام بالنسبة لعمليات السحب سواء سحب كل الأموال أو وزء من رأس المال أو الربح يتم السحب بنفس الكريدت كارد اللي أنا عملت به الإيداع بس من عيوب هذه الطريقة إنها بتاخد وقت طويل شوية حوالي من خمسة لسبعة أيام ثانيا الطريقة غير المباشرة إن دايركت وي وتعتبر هذه الطريقة هي الأفضل إحنا في الحالة دي بناستخدم حاجة اسمها بنوك إلكترونية أنا بعمل إيداع في البنك الإلكتروني ومن خلال البنك الإلكتروني أقوم بتحويل المبلغ اللي أنا هتداول به إلى المنصة عن طريق هذا البنك وبكذا أنا الأول عملت عملية إيداع في البنك الإلكتروني وحولت من خلاله مبلغ التداول اللي أنا ناوي أتداول به إلى المنصة نفس الكلام في عمليات السحب يتم السحب من المنصة والتحويل من المنصة إلى البنك الإلكتروني ثم سحب الأموال من البنك الإلكتروني على نفس الحساب اللي أنا أغدعت به وبنفس الإيميل اللي أنا كنت مستخدمه والسؤال الآن كيف أستخدم هذه البنوك الإلكترونية وما هو أفضلها وما هو أفضل بنك ممكن أن أتعامل معاه وكيف تتم عمليات السحب والإيداع من خلال هذا البنك على وجه التحديد هذا ما سنحاول الإجابة عليه في باقي المحاضرة مبدئيا وقبل كل شيء في حاجة اسمها الوسيط المالي الوسيط المالي قلنا أن هناك طريقتين لعمل الإيداع والسح وهما إما بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لكن في عالم التداول يوجد ما يسمى الوسيط المالي أو البروكر وهو شخص اعتباري أو شركة وساطة مالية عنده رصيد من البنك الإلكتروني اللي أنت هتستخدمه طيب ما هو دور هذا الوسيط؟ أنا مثلا هعمل إيداع على المنصة بمبلغ 100 دولار يقوم الوسيط بعمل إيداع بإسمي بهذا المبلغ وأنا أقوم بإرسال إليه ما يوازي قيمة هذا المبلغ بالعملة المحلية اللي موجودة في بلدي طيب ما هي أفضل البنوك الإلكترونية التي يمكن الإيداع فيها واستخدامها في التحويل إلى منصات التداول أشهر هذه البنوك هي السكرير والبيتلر والبيرفكت ماني والأدفانز كاش والويد ماني وده بيختلف من منصة لأخرى يعني ممكن تلاقي منصة التداول بتتعامل مع بنك أو اثنين أو أكتر منها البنوك السابقة وممكن تلاقي منصة بتوفرك الإيداع والسحب عن طريق العملات الرقمية أو بتوفر الإيداع فقط بالعملات الرقمية لكن لا توفر السحب بها أهم حاجة تتأكد أن المنصة اللي أنت بتستخدمها بتوفرك الإيداع والسحب بنفس العملة اللي أنت بتتعامل بيها وتكون متوفرة في البلد اللي أنت موقين فيها ومن أشهر وأحسن هذه البنوك هو بنك بايبال بس ده بنك لا يدعم منصات التداول كمان بنك بايونير بنك كويس جدا لكنه أيضا لا يستخدم في منصات التداول طيب إيه هو البنك الموصوق فيه وممكن أستخدمه على منصة التداول أشهر بنكين هما سكريل والبيتلر ومن التجربة العملية لقينا أن بنك سكريل هو الأفضل أفضل فيه عمليات الإيداع والسحب والتوصيق فيه لا يستغرق وقت طويل ما دام الأوراق سليمة وما فيهاش أي مشكلة عمليات التوصيق والإيداع والسحب لا تستغرق ثواني معدودة كمان العمولات اللي بيخدها البنك ده بسيطة جدا تتراوح من 1.5 إلى 2% تقريبا على كل عملية التحويل سواء بسحب أو إيداع طب إزاي أعمل حساب على سكريل وما هي الأوراق المطلوبة دلوقتي هنشرح إزاي أفتح حساب على بنك سكريل الإلكتروني وإزاي أفعل هذا الحساب وأقدر أعمل إيداع وسحب واستقبال حوالات عليه أول ما أفتح التطبيق هتظهر لي الوجه اللي قدامي دي هضغط على ريجيستر وبحط المعلومات الشخصية بتاعتي الإسم الأول والإسم الأخير والبلد والعملة اللي أنا هعمل بها حساب على البنك واللي يكون الدولار والإيميل والباسورد والباسورد يتكون من 8 أرقام أو حروف ويكون على الأقل في حرف واحد أو رقم واحد أو سيمون واحد زي علامة الآد أو علامة التعجب كده عملت أول خطوة عملت تفعيل للأكاونت وبعندي حساب على الإسكريل ودي أول خطوة الخطوة الثانية عشان أوثق الحساب بتاعي لازم أعمل إداع في الحساب هدخل على حسابي اللي أنا سجلت فيه هلاقي سكريل باعت رسالة ترحيب بتقولي يعني كده حسابك اتفاعل وتقدر تستخدم كل المميزات في بنك سكريل وبيقولك إنك ممكن تعمل الإذاعة ده عن طريق الديبت كارد أو الكريدت كارد أو حساب بنكي بنك أكاونت طبعا إحنا عملين الحساب ده عشان نشتغل بيه على منصة التداول يبقى الأحسن إن أنا أستخدم البنك أكاونت أي عن طريق البنك الإلكتروني بحساب الخاص أو وسيط قانوني يعني ممكن حد تاني يبعط للرصيد اللي هو البروكر المضمون الموصوق به اللي معه ترخيص هو بيحطي للرصيد بالدولار وأنا بالتالي ببعط له ما يوازيه بالعملة المحلية لإني في بعض الدول بيكون غير مسموح إني أعمل إذاعة وسحب من بنك سكريل بشكل مباشر بعد عملية الإذاعة على سكريل هيطلب مني شوية حاجات أول حاجة تعريف الهوية من خلال إرسال صورة البطاقة الشخصية والشوضة وإثبات محل إقامة زي وصل نور أو وصل مية باسم صاحب الحساب أو كشف حساب بنكي يكون فيه الاسم والعنوان بعد عمل الإذاعة على بنك سكريل وتكملت كل اللي هما طلبوا مني هبعت لهم كل ده في خلال يومين هنلاقي إن الحساب بتاعنا اتوسق ونقدر نشتغل به على منصة التداول وبذلك نكون يومين ونحن معكم من خلال يومين وإلقاء محلل فني وفي سوق المال والأعمال وأذكر نفسي وإياكم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجوب التوكل على الله قال صلى الله عليه وسلم لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لا رزقكم كما يرزق الطير تغضو خماصا وتروح بطانا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته